قوله تعالى سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله للمعارض نقدم مقدمة قبل أن نبدأ بالبحث أنه المعروف لدى المفسرين وأرباب التخصص في القرآن أنه هناك سور مكية فيها آيات مدنية وبالعكس هناك سور مدنية فيها آيات مكية منها سورة المعارض ذكر العديد أنه هناك آية آية رقم 24 من سورة المعارض هذه الآية ماذا ليست مكية بل مدنية إذن فما المانع أن تكون هذه الآية مدنية بدلالة الأحاديث المعتبرة التي هي تفسر القرآن لا نفسره حسب مزاجنا رواة الحديث الذي يبين أن هذه الآية نزلت فيه من أنكر ولاية أمير المؤمنين عليه السلام وهذا الحديث يوافق ما ورده في القرآن ماذا قال الله سبحانه وتعالى والله لا يهدي القوم الكافرين يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس والله لا يهدي القوم الكافرين فإذن منكر الولاية عبر عنه الله سأل سائل بحذاب واقع للكافرين ليس له دافة جيد رواة هذا الحديث رواه العديد منهم أمير المؤمنين والإمام علي بن الحسين زين العابدين والإمام محمد بن عليين الباقر والإمام جعفر بن محمد الصادق عليهم السلام جميعا وحذيف بن اليمن وابن عباس وسعد بن أبي وقاص وأبي هريرة فهذه الرواية لا يحكم عليها بالوضع مع هذه الطرق العديدة ويكفينا فقط ما أورده الحاكم الحسكاني نعتبر أنه هذه الرواية معتبر ومسلم بها فقد رواها بطرق عديدة والحاكم الحسكاني معروف الإمام المحدد الكبير عندهم الذي له منزلة رفعة لمن يعرف كتب الحديث وكتب التراجم وكتب الرجال قد ترجم له الذهبي في سيرة أعلام النبلاء ولا نريد أن نطير في ذلك نورد بعض الروايات قال ابن مردوي عن سفيان بن عيينة أنه سئل عن قول الله عز وجل سأل سائل بعذاب واقع فيما نزلت فقال للسائل سألتني عن مسأله ما سألني عنها أحد قبلك حدثني جعفر بن محمد عليه السلام عن آب آئه عليهم السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله لما كان بغدير خم نادى الناس فاجتمعوا فأخذ بيد علي وقال من كنت مولاه فعلي مولاه فشاع ذلك وطار في البلاد فبلغ ذلك الحارث بن النعمان الفهري فأتى رسول الله صلى الله عليه وآله على ناقة له فنزل بالبطحاء عن ناقته وعناخها فقال يا محمد صلى الله عليه وآله أمرتنا عن الله أن نشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله فقبلنا منك وأمرتنا أن نصلي خمسا فقبلنا منك وأمرتنا بالزكاة فقبلنا منك وأمرتنا أن نصوم شهرا فقبلنا منك وأمرتنا بالحج فقبلنا منك فقبلنا ثم لم ترضى بهذا يعني ما راضيها به هذا الشخص المتحدث المناثق ما راضي بهذا الكلام ثم لم ترضى بهذا حتى رفعته بضبعي ابن عمك تفضله علينا وقلت من كنت مولاه فعلي مولاه فهذا شيء منك أم من الله عز وجل فقال له النبي صلى الله عليه وآله والذي لا إله إلا هو إن هذا من عند الله عز وجل فولى الحارة بن النعمان وهو يريد راحلته وهو يقول اللهم إن كان ما يقول محمدا صلى الله عليه وآله حقا فامطر علينا حجارة من السماء وقتنا بعذاب أليم فما وصل إلى راحلته حتى رماه الله عز وجل بحجر فسقط على هامته وخرج من دبره فقتله لعنة الله عليه وأنزل الله عز وجل سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافا هذه الرواية أوردها الثعلبي كذلك أوردها القرطبي أوردها أبو السعود أوردها المناوي وغيرهم غيرهم من العلماء أن هذه الرواية اعتمدوها وهذه الرواية جاء هذا الشخص في المدينة ونص هذا عبارة رواية الحلبي نور الدين الحلبي يقول بلغ الحارس بن النعمان الفهري فقدم المدينة فأناخر حلته عند باب المسجد أي باب المسجد المدينة فإذن هذه الآية المدينية جيد فلا يمكن أن نحكم عليها بأنها غير مدنية فنجد أنه قوله تعالى والذين في أموالهم حق معلوم هذه ماذا هيعتبرونها آية مدنية لماذا استثنيتم هذه الآية؟ ولم تستثنوا آية سائل سائل؟ لأنها وردت في نص أمير المؤمنين مع أنه لديكم روايات دالة على ذلك أن نختم نشير إلى نقطة أنه قد في بعض الروايات يختلف اسم هذا الشخص مرات النعمان بن الحارث الحارث بن النعمان مرات فهري مرات يهودي كما في روايتنا هذا الذي يدرك من الروايات ويفهم أنه والله العالم أن هذه الواقعة حدثت في أكثر من مرة وأكثر من شخص اعترض على النبي صلى الله عليه وآله الظاهر أن النبي صلى الله عليه وآله عندما رجع من المدينة بعد أن كان في الجحفة في الغدير في موضع الغدير جيد رجع إلى المدينة اعترضوا عليه وصارت مشافة